السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم الحريرة المغربية الاصيلية بكل تفاصيلها غادي نشارك معاكم المقادير وكذلك طريقة التحضير فاخليكم معنا الى نهاية الفيديو باش نتعرفو على المكونات غادي نحتاجو الحمص اللي كان نبيته لكاملة في الماء وغادي نحتاجو كذلك بصلة كبيرة محكوكة عندنا هنا الكرافص كان عندي في المجميد غادي نحتاجو قطعات ديال لحم مقطعا على هات الشكل هذا عندنا كذلك القصبر والمعدنوس ضروري اه هو اللي كان يكتر القصبر كسر من المعدنوس عندي هنا شوية ديال السمن قد نحتاجو كذلك الطماطم او لمطعشة عندي ثلاثة الحبات وعندي الطماطم المركزة او الطماطم المركزة ما غادي نستعملوها كاملة غادي نحتاجو هنا اه اه لطماطم كذلك لما كانتش كنكتافي بمطعشة العادية دابا غادي ناخدو الطنجرة ديالنا او الكوكوت فاش ما انتم كتطيبو غادي نوضعو الحمص دائما كنبدأو بالحوائج اللي كياخدو الطياب كتر غادي نضيفو عليه بصلاة كبيرة محكوكا وغادي نزيدو قطعات ديال الحم كيحتوي لدف الحريرة هنا الكرافس كذلك بالنسبة للقصبر والمعدنوس ما غاديش نديرو كامل غناخد شوية من القصبر والمعدنوس وغا نخلي القصبر واحد الكيمية منو حتى للتالي قاعد كنديرو باشكو اسبقها ديالو هادا غادي ننقطعو او لا تقدرو الطحنو في في لها شوار او لا تدقو في المهراز كيف ما بغيتو انا غادي نقطعو نحاول ما امكان اني نقطعو رقيق وكنخلي واحد الكيمياء كيف ما قلت لكم حتى للتالي باش كتجي الحريرة هيا هاديك في الماضق ديالها ده بغادي نضيفو دائما الحريرة كاز بغايل قصبر المعدنوس يكونو ترين من الاحسن غادي نضيفو مع القصغرة ديال الملح عامرة محلقة غير مملوقة ديال البزار او الفلفل الاسود عندنا مع القصغيرة عامرة ديال السكن جبير او الزنجابيل عندي نسم مع القصغيرة ديال الخرقوم البلدي غادي نضيفو زيت الزيتون عندي هنايه ثلاثة دلمعالق بالنسبة للحريرة هي ما كاز بغيش الزيت بزاف تقدرو ديرو غيجوج معالق لانه هي مش بحل المرقة مش بحل الطاجين الزيت كتكون فيها قليلة شوية سافيدة بغادي ندير هاكا تقلة ما كنديرش الماء في اللول حتى كتتقلة شوية ديالك البصلة مع ديالك اللحيمات والتوابيل كذلك غادي نخليهم كيتقلوا ملي نشوفهم تقلوا سافي غادي نضيف عليهم الماء ويكون مغلي القياس اللي غادي يطفي فيها عفوان الحمص واللحم سافي غادي نخلي هاكا الطيب على ما يطفي للحمص غادي ندوز نوجد الشي الأخر اللي باقي بنسبة القصبر كيف ما قلت لكم غادي نخلي حتال التالي المهم غادي نقطع ذابا ما علش ما قطعتهم مش من اللول لان الاخر كان في حتال معدنوس أنا بغادي نصغل قصبر هو اللي نديروه مش كري عطاه واحد لنكهة واحد اللي يضادية كانت تعتزوينه في الحريرة كنخلي واحد اللخر اخر حاجة كنحطوها في الحريرة حتى كالطيب حتى كالطيب حتى كتوجد المهم دا بغادي نقطعها كرقيق وغادي نخليه على جنب حتى نحتاجه حتى نحتاجه غادي نحكها غادي نحكها أنا غادي نطيحها اضيفه مرسم بشكل جيد اضيفه قمت بتحليس قمت بخير مع مزيج قمت بخير بخير قمت بخير اضيفه قمت بخير عمر نضيف حلقة مزيدة نضيف طماطم المركزة نضيف طماطم نضيف طماطم نضيف طماطم طماطم نضيف طماطم قرعة قياس وضع الدقيق نضيف طماطم نقلح نضيف طماطم نضيف طماطم سوف نضيف الدقيق نضيف سمن سمن نضيف الشعرية نضيف الشعرية نحرك حتى نرى الشعرية نضيف الشعرية نضيف الشعرية نضيف الشعرية وصفات المغربية المعروفة وصفات المغربية المغربية في رمضان ومن غير رمضان مع التمار مع البريوات مع البيض مع الخبز المهم انا دائما كان نبغيها بيكون عندي التمار ويكون عندي كندر عليها المسمى كتعجبني بحلي كينا رمضان صراحة الحريرة منا قدرش نستغنى عليها دائما حتى هي حاضرة وخامك يكون الشهر الكريم وهاد الشريكين اعطيتكم الوصفة وطريقة ره كتجيل ديدة شهوة منها جربوها بطريقة ستعجبكم لاتبعتوا المقادر وتبعتوا التفاصيل وليدي طايف مرحلة بمرحلة في الطبخ ديالها كيفما كتلاحظو كتجي هي هاديك في القياس كتجي بنينة وخنعين شكرها لكم اخسكم تدقوها واللي كتتوحم تسمح لينا لله يسمح لنا من حقها وما بقى ليها الا نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة الى فيديو اخر ووصفة اخرى والسلام عليكم